مسائل فل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج العرب لو انتم من المشاهدين فقط فاشعرفنا طبعا ان انتم تبقوا من الاعضاء معنا في القناة بمجرد الاشتراك هتبقوا من الاعضاء المميزين المتفاعلين معنا في القناة وعند تفعيل الجرس كده يبقى ضمنتم بنهيج لكم اشعارات اسبوعيا بكل ما هو جديد عن توقعات الفلك ليكم يا موليد برج العرب موليد برج العرب خلاص دخلنا شهر جديد خلصنا من شهر اثنين دخلنا شهر ثلاثة في ان شاء الله طاقات ايجابية خيرة عليكم في بعض التحذيرات لكن سريعا قبل ما نخش على شهر ثلاثة عايزين نتكلم في حاجة لاننا نعرفكم يا موليد برج العرب بتحبوا تفهموا انتم بتحبوا تفهموا عشان تفهموا يعني تعرفوا ايه الحك ايه اللي هيحصل ايه الدنيا ماشي ازاي انتم لازم بتحبوا تفهموا طيب نفهم الليلة من الاول احنا نتكلم دلوقتي على الطاقة بواجه عام على السنة بواجه عام مش بكلم عشان اثنين لا باتكلم على بواجه عام بواجه العام يا موليد برج العرب زحل ده متواجد معاكم في البيت الخامس بيت الخامس ده اللي هو بيت رومانسية ذاتك شخصيتك زحل هنا يعني الناس من موليد برج الحوت عارفين كويس زحل عامل معهم ايه لان زحل متواجد حاليا في الحوت فالحوت ده يمثل لك البيت الخامس يا برج العرب يعني هنا عاملك ضربة في علاقاتك في الرومانسية في شخصيتك في التردد في التزبزب في صقتك من يوم لاخر دي كتاكات اللي كانت موجودة عندك بقالها فترات يعني كنا من خاصة من اخر سنة ونص التردد ده كان بدأ يعني ويوطع علي جدا معاكم طيب الاخ قرانس ده موجود في البيت السابع بيت السابع ده يعني عمل لكم يعني بعض يعني تعقيدات نوعا ما فيه شراكات زواجات علاقات شراكات عمل شراكة مع شريك حياة ده اللي معامل للازمة طيب بلوتو ده متواجد في البيت الرابع يعني مجمد العلاقة مع العائلة دي العقوبات اللي موجودة كتحركات صعبة موجودة معاكم بالسنين يا مولد برج العرب في تحركات بسنة ونصف في تحركات تانية طاعة ده اربع سنين في تحركات تانية زي بلوتو بيقعد بالاربعتاشر سنة لكن دي بقى التحركات الصعبة طيب نتكلم عن المسكنات اللي بتهدي دي بقى المسكنات اللي هنتكلم عليها اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال شهر مارس وهي ان من يوم تسعة تلاتة عطارد هيبقى متواجد معاكم في البيت السادس معانا كده ان في المتصف الشهر ده هتتلاقوا ان فيه بدأت روح تزبط بالنسبة للعمل من يوم تسعة مثلا هتلاقوا مركافي العمل وده ايضا ازباع الجهان نتكلم عنها بتبصيل اكتر يوم حداشر تواجد الظهرة في البيت الخامس هيبقى الظهرة متواجدة على الحوت مع تواجد زحل ايضا على الحوت الظهرة هنا هيحاول يزبط العلاقة اللي زحل بيحاول يعني يوقفها فهنا الظهرة هتزبط معاكم في علاقات كرومانسية كشخصيتك كثقتك ده هتبدأ تزبط من يوم حداشر طيب من يوم تسعة عشر الشمس ايضا هتبقى متواجدة في الحمل يعني معنى كيف تحركينها على العمل او معنى صحي البيت الثالث لكم لذلك التحركات هتبقى في العمل جميلة هنتقى شهركة بالنسبة للعمل هيبقى جميل جدا وحتى كان باول تحركات الامر هتكلم على بشة خير هتكلم معنى كمان شوية لكن كعمل بواجهة عام في الشهر ده هيبقى جميل لكم يمكن التحذير ان ضغط العمل ممكن يؤثر بالسلم عند البعض في الصحة واخر التحرك اللي ايضا ده هيبقى ممكن في نهاية الفترة من يوم اثنين وعشرين مثلا يبدأ يعمل ازما نوعا ما بالنسبة لكم في ثقتك في نفسك بالاخص او ذاتك وهو تحرك المريخ في البيت الخامس طيب دي التحركات اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال الشهر طيب توقعات اللي هتكلم عليها اليومين دول ليه علاقة باسم الفيديو قلهم حمرة قلهم حمرة يا موليد برج العرب انت هتحتاج تقولها لهم بصوا في الفترات الاعلمين اللي فات دول يمكن عند البعض كان في مفاوضات كتيرة جدا لهو تعمل المفاوضات وحس انها بقيت شبه مستحيلة لان الشخص اللي قدامه عنيد في المفاوضات فيا موليد برج العرب ده ممكن يعابلكم كمل كمل لان النفس اطول هو اللي هيوصل طيب نقطة ثانية حبه فوق وحبه تحت في قرار النهائي مع شخص يعني مثلا تعالوا راح نعمل كزا يوم يديك الضوء الاحمر يوم يبديك الضوء الاخضر يرجع تاني لا خليها الضوء الاحمر يرجع تاني يقول لك اللي قل له حمرة انا اقول لك اهو قل له هتبقى حمرة اختار انت الاحمر عسان تحطه في الكورنر ويقول لك لا انا عايز الاخضر لو في الاخر توصل للي انت عايزه لذلك انا بقول لك احط في الكورنر اقول له اه حمرة خليها حمرة انا عايزها حمرة اخليها غلط وقف الشراكة حالها مش هنكمل علاقة قل ايه ده هتتلاقي اختار اللون الاخضر بعد كده هاختار هو بعد كده الضوء الاخضر لذلك ده نقطة مهمة يا عارف خلال اليوميلي جايين طيب بالنسبة ليه اليوميلي القادمين هي بفيها اخبار جميلة جدا بالنسبة للمال هتبدأ تظبط امور مالية لكن نتكلم على النقطة الاهم من المال وهي العمل ان في فرصة جميلة ان شاء الله عند البعض او معظمكم في العمل يا موريد برج العقرب هيقابلوا دخلات جميلة جدا دخلات مهمة هتبقى جميلة جدا بالنسبة للعمل عند البعض ممكن وظيفة اخرى عند البعض اخ ممكن شراكة او مسلا عقد جديد او فكرة جديدة او مشوع جديد يعني يبدأ على الترابيزة فان شاء الله هتبقى فترة جميلة بالنسبة للعمل ايضا عند البعض ممكن نجيلهم عمل كان جالهم قبل كده بس ما كانش معجبين بيه ما كانش مقتنعين بيه الفرصة جات تاني الفرصة لو جاتلكو تاني يا مورد برج العقرب اليومين دول لو شخص عدد عليه نفس الفرصة تاني وكابل كان رفضها اقبالها من مرة دي اقبالها من مرة دي يا برج العقرب طيب ممكن بعض العوالق اللي ممكن تقابل شخص مقدم على سفر في خلال الفترة اه ممكن بعض العوالق بسيطة بسبب تحركات البيت التالت والرابع مع تواجد اساسا زحر والحاجات زي كده على العموم هيبقى في عوالق بسيطة بالسفر لكن كامل اللي هو ايه ما تيقس كامل وتوقع الله هتبقى خير طيب طيب في شخص يقابلك هيبقى محتاج مساعدتك لكن انت يعني او مالا صح الشخص ده اه محروج يطلبها منك وانت هتاخد بالك كويس كويس جدا يا برج العرب بس خلي بالك الشخص ده فعلا محتاج مساعدة يمكن بيبينك ان هو تمام لكن هو محتاج مساعدة يا برج العرب طبعا متختلف من الشخص الاخر ازي كان اللي محتاج المساعدة دي يهمك ولا لأ طبعا لو يهمك قدم للمساعدة مغير ما يطلبها يا عرب لو ما يهمكش اعمل من المنى ولا كاينك ففكرت في حاجة طبعا ما تختلفش يا خصية طيب شيء سيعرض عليك انت كنت تبحث عنه لكن للأسف كتسعيرة في الوضع الحالي ليست في حوزتك يعني مثلا شيء فكرة مشروع حاجة هتتقدم لك لكن وانت كن نفسك فيها لكن المادية او معنى صح تسعير الموضوع ده او المورد ده مش في اينك الحل هنا هيبقى بمقيدة يا برج العرب المقيدة هيبقى لها دور كبير معاك يا عقرب المقيدة هنا بكل البجالات الحية يعني ايه انا بتكلم هنا على جميع مستويات الاجتماعية للاشخاص جميع المستويات انا بتكلم من مواطن عادي لغاية المليار دير في خلال اليومين الجايين المقيدة هيبقى لها دور ايجابي اللي انت هتبادل مقيدة شيء بشيء اخر هتبقى ايجابية قايد يا عرب هيبقى لها دور مهم كبير في حياتك طيب التوقعات اللي احنا قلناها دي كانت بالاخص في الفترة اول تسعة ايام في شهر فبراير التحركات دي او التوقع دي بناء على اي تحركات ان الامر هيبقى متواجد في البيت الثاني وهيتحرك بعد كده في وسط الاسبوع وفي وسط العشرة ايام من يوم خمسة ليوم سبعة تحديدا للبيت الثالث ويوم تمانية وتسعة هينتقل للبيت الرابع هنا في البيت الرابع ايضا زي ما احنا قلنا قبل كده ان البلوتو متوجد في الرابع والامر في اخر يوم اين يعني يوم تمانية وتسعة هيبقى توجد في البيت الرابع ده يمكن تحذير البسيط اللي اعز اقوله حاول ما تتكوش مع احد من العائلة في خلال هذه الفترة من يوم تمانية لغاية يوم مساء العشرة في شهر لثلاثة بلاش الاحتكاك لان هتبقى اي نقطة بنزين هتشعل النار بالاخص مع العائلة بس ان شاء الله هتبقى هتعدي على خير وطبعا ان شاء الله هيبقى شهر خير جميل لكم يا موليد برج العرب وان شاء الله ايضا الشهور القادمة والاسبعة القادمة اللي هنتكلم عنها تفصيليا اسبوعيا في فيديوهاتنا ان شاء الله هتيجي عليكم بالخير وان شاء الله دخلة رمضان هتبقى بخير عليكم يا موليد برج العرب وكده بوصل الى حالة النهاردة اتمنى تنقل اعجاب حضراتكم وبتنسوش لوحات النهاردة عجبتكم ومحتوى القناة عجب حضراتكم الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا مع الف السلام